إلى موضوع آخر الآن حيث تمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي من توقيف شخص حاول تهريب زياد من 140.300 يورو عبر مطار هواري بومدين الدولي وأسفرت العملية عن استرجاع 3.700 درهم إماراتي و 500 ريال قطري و 400 دولار أمريكي حيث جاءت العملية بعد أن رصدت مصالح الأمن حركة غير عادية وبعد ورود معلومات من جهات غير معروفة